ألقي نظرة قريبة فهذه السيدة وراء الحجاب هي أم لطفلين اسمها كان سالي جونس سابقا لكن بعد تحولها إلى الإسلام غيرته إلى سكينة حسين هذه الصورة التي تحمل فيها سلاح AK-47 مغايرة جدا لهذه الأخرى التي التقطت في 2004 التي تظهرها وهي تحتفل بمولد طفلها الجديد ويعتقد أنها تقاتل مع داعش الآن في سوريا حيث انتقلت هناك من بريطانيا بعد لقاء هاكر تحول إلى مسلح عبر الإنترنت وقالت لصحيفة لندن تايمز أن طفلها الأصغر معها أيضا وأطلقت عليه اسم حمزة وتم التناقل بكثرة عبر الإنترنت أنها قالت أنا وطفلي نحب الحياة مع قاطعي الرؤوس هذه جهادية أخرى من بريطانيا حيث نقل أنها طالبة طب تبلغ من العمر 21 عاما وتدعى مجاهدة بنت أسامة نشرت على تويتر هذه الصورة مرتدية معطف طبيب وممسكة برأس شخص ومعلقة بالآتي وظيفة الأحلام طبيبة إرهابية وفي تغريدة أخرى قيل أنها أشادت بأنور العولقي وشاركت صور ذبح داعش للمواطن الأمريكي ستيفن سوتلوف وقدر محللو الإرهاب أن هناك ما يقارب 15% من النساء اللواتي قد يكون ضمن صفوف المسلحين الأجانب في داعش بمعدل 200 سيدة من 14 دولة مختلفة على الأقل الخبراء يقولون إن دوافع السيدات هي لقاء أزواج المجاهدين فهم يريدون الحصول على الزخم الذي يأتي مع كونهن أزواج شهداء وقبل انبثاق داعش وفر الصراع الفلسطيني والإسرائيلي ظهور إرهاب النساء فهذه الجدة حاولت تفجير جنود إسرائيليين في غزة عام 2006 وقضت بعد تفجير القنابل حيث قالت عائلتها إنها أرادت الموت كشهدة كالين لاروز التي سمت نفسها جهاد جين بعد التحول إلى الإسلام سافرت إلى أوروبا في 2009 ضمن خطة لقتل الفنان السويدي لارز فيلكس الذي صور رسما للنبي محمد على شكل كلب تم اعتقالها بعد عودتها إلى فلادلفيا وحكم عليها بالسجن عشر أعوام في يناير كانون الثاني الماضي سيدات كثر يحاولن وضع أسمائهن على لائحة الشهداء والقائمة في نمو مستمر